تزامنا مع الصراع الجاري بين الجماعات المسلحة والنظام السوري شهدت بغداد اجتماعات مستمرة للقيادة العسكرية لكل من المجلس الوزاري للأمن الوطني للإطلاع على الأوضاع والتحصينات على الشريط الحدودي العراقي السوري أعلن خلال هذه الاجتماعات عن رفوع جاهزية قوات العراق في المنطقة المتاخمة للشريط الحدودي ضبط الحدود شمل مجموعة من الإجراءات الغير مسبوقة مثل إنشاء منظومة تحصينات وموانع على طول الحدود تضمن خندق شرقي بعرض وعمق 3 أمتار وساتر بارتفاع 3 أمتار وموانع سلكية من فاخية وBRC وجدار خرساني يصل طولة إلى 300 كم تقريبا المسافة بين النقاط الأمنية ما تتجاوز الكيلومتر الواحد وهذا إنجاز غير مسبوق في تاريخ حماية الحدود أيضا تمت تغطية الحدود بأكملها بمنظومة مراقبة ذكية تضمن كاميرات حرارية تنقل صورها إلى مقر المنطقة والمقر الرئيسي في بغداد والتي سترصد وتوثق جزء من العمق السوري والعمق العراقي كل هذه الاستعدادات تجي وسط تضارب بالآراء وانقسام واضح وتحذيرات من انخراط جماعات مسلحة بهذه الأحداث لأن بعض الفصائل تدعو للذهاب إلى سوريا للقتال هناك أو فعلا ذهبوا بمحاولة لصد الهجمات من داخل سوريا وتكهنات تقول بأنه قد تسبب للعراق متاعب عسكرية وأمنية ومشاكل إضافية للنظام السياسي وأنه موضوع إرسال مقاتلين هو بمثابة حل من وجهة نظر هذه الجهات العراقية وهذا اللي ما تأكد من خلال بيان الإطار التنسيقي الأخير اللي يضم غالبية القوى الشيعية واللي يعتبر أنه أمن سوريا هو امتداد للأمن القوم العراقي المفاجئة الكبرى وبتطور خطير كشفت عنه وكالة أخبار إماراتية أنه ما يسمى والي العراق بالتنظيم الإرهابي اتلقى أوامر من القيادة المركزية للتنظيم بتنشيط الخلايا النائمة وتنفيذ هجمات بمحافظتي ديالة وكركوك المصدر يقول أن الأجهزة الاستخبارية اعترضت رسائل من القيادة المركزية للتنظيم موجهة إلى ما يسمى والي العراق المسؤول عن إدارة التنظيم في البلاد الطالبة هذه الرسائل بأن ينشط الخلايا النائمة وينفذ عمليات إرهابية داخل محافظات ديالة وكركوك لا سامح الله